اشتركوا في القناة 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 طيب ده ده الصوفي ده حقك ولا ما حقك الصوفي التاني ده او عق وانا الجامعة دي قريت فيها او عق تكوريك بي جنبه انا عارف الحاصل عارف المتن والحواشل بي جنبه شد عارفون وحافظون وفي واحدين قدام قبيل جو مارين الباقين دل كلهم برالما نحن السينير قدام في البلد ده او عق تكوريك ساي تنجغم وقافي بتبقى مارك او عق طيب قال قال الشيخ دريس صفحة مية وستاشر قال الشيخ دريس درجات الاولياء على ثلاثة اقسام كبرى ووسطى وصغرى فالصغرى ان يطيروا في الهواء ويمشوا على وجه الماء وينطقوا بالمغيبات ده اصغر برلوم في الصوفي أبو طير لا أبو طير محترمين بطير ده بطير عديد خيالي تماشي مع الشيخ فو اقف شوية يقول لك ما في مطار ولا ايش هليكوبتر بوق بيبقى مارك طيب قال والوسطى ده الدرجة في النص والوسطى ان يعطيه الله الدرجة الكونية اذا قال للشيء كن فيكون وهذا مقام دفع الله ولدي بيقول للشيء كن فيكون يا ناس في مسلم بيعتقد عقيدة زي دي دي عقيدة مسلمين قال الله تعالى انما امره الضمير راجع لمنه الى الله تعالى وانما ادات شنو حصر ناس دي اخي طلاب التقيلة ده المسجد بتاع البرهانية بتاع الشعبي تخمون ساي كوراك ساي ديل طلاب قروا بلاغوا عارفين عارفين الحاصل شنو ادوات العطف وعارفين ادوات الحصر وانواع الحصر كله طيب طيب قال وهذا مقام دفع الله ولدي الله قال سبحانه وتعالى انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون انتها الموضوع طيب قال والكبرى دا نمر ثلاثة دي اكبر درجات شنو الاولياء قال هي درجة القطبانية وقال الشيخ بلل اخير تبقوا بالين مارقين بلل قاعد دا الشيخ بلل انا زمان بقراه شلل لكن هي طلعت بلل شلل دا كان اصله تعبان قاعد طلعت بلل بتاع الباسطة قال باسطة دليل باسطة اهال دليل على القرض هنا الباسطة دي قال تعالى يا ايها الرسل كله من الطيبات انا انا جبتها يعني بتزيح منا بس بوسة بس بس بازاته ما الدوكلة كبيرة عليك طيب قال وقال الشيخ بلل امسك بلل ده ثبته او عيجر وقال الشيخ بلل الشيب ولد الطالب قال شنو عليك الله اسمع الكلام قال اسم ابوي دفع الله هو اسم الله الاعظم يا ناس اسم ابوي دفع الله تعاله هو اسم الله الأعظم عليك الله يا أخونا ما عليك تعال تعال أزول أخونا في الله والله ونحب في الله لأنه يقف شنو اسمع الدين وما تابع إلينا نحن ولا كيف لا تابع إلينا لا تابع لي شنو الصوفية ولا تابع نحسبه زول مسلم دار يصلي الله نحسبه والله حسيبه بوقفته دار يتعلم عشان أنا لو كذبتها نشوف الكلام ده قال وقال الشيخ بل للشيب ولد الطالب اسم ابوه دفع الله هو اسم الله الأعظم هو اسم الله الأعظم هذه مكتوبة قال شنو وكان إذا كتب حجابا هذه مسألة الحجاب هذه تمرق منا كيف وكان إذا كتب حجابا كتب فيه جميعه مجرورة بدل تعرف البدل ما بتعرفه قال كتب فيه جميعه في الكتاب كله دفع الله في الحجاب عفوا وكان إذا كتب حجابا كتب فيه جميعه في الحجاب كله كتب شنو دفع الله حجاب كامل بكتب فيه دفع الله دفع الله دفع الله دفع الله دفع الله إلى آخر الحجاب ده صفحة 116 صفحة 117-198 جاب لك موسى ابن يعقوب ده بتكلم مع الطير وبخاطب شنو بخاطب الطير ده كتاب من كتب طيب أيها ده كتاب البرع ده برضو تقدر تنكره برضو ده كتاب البرع وده شوف الطبعة دي قبل وفاة البرع الطبعة دي قبل ما يتوفى البرع لأن الطبعة دي الطبعة الثانية سنة 2003 والبرع مات سنة 2000 وخمسة دي حي يرزق ويأكل ما يأكل ده هاي البرعي طيب وده صورته بإيجاي قال شنو في الكتاب ده من صفحة 40 لـ 44 قرى مجموعة من الكرامات داير أقرأ لك عشان نفتح فرصة تاني للحوار والنغاش إن شاء الله لو في زولوا أحلان نفتحوا للشارع أي زولوا أحلان فرامل وعاضة كله ما نقرأ الكرامات دي ونفتح لك فرصة إن شاء الله طيب ها طيب ممكن هاي ممكن قبله ممكن جميعا أو أشتاته كله إن شاء الله طيب صفحة 40 قال دابرعي القوم وده كتابه اسمه ليك سلام من هاي هذه الفاتورة موجودة طيب كرامات يا أخينا قريب سبعة كرامات والله بعضها يمكن أول مرة في حياتك تسمع به بعدين بتتحجف فيه السيزول واحد ما ممكن الزول الواحد دا يشاف شنو اثنين ثلاثة إلا يبقوا تأمان دا في عقيدة البرعي هنا إن قلة الشيخ ممكن يبقى أربعين السي بجيبه لك بالبيت وبيشرحه للبيت ذاته ومناسبة البيت يا أخي كلام ذاته يحير ناس يزعلوا قال الكرامة الأولى بتكلم عن أحمد طيب البشير كرامات مبتنعد كالبحرب الأزيد كرامات مبتنعد كالبحرب الأزيد يرويها جماعة لا خبر أحد فرد إلى أن قال منها رؤياه للمصطفى أحمد شاف المصطفى منه أحمد صلى الله عليه وسلم لو رأوا في المنام لو قال رأيته في المنام ما كان من يتكلم صاح ولا ما صاح بعد فيها شيئا معينة نشوفها طيب لكن قال منها رؤياه للمصطفى أحمد جهرا عيانا قولا صحيح بأكد قام شرحه ذاته كاذب على تمانية قال جاء في الأزاهير نقلا عما ذكره سيد الشيخ صديق بن عمر خان العمري السماني في كتابه المسمى النفحات السمانية ونصه نص شنو قد دخل الشيخ أحمد طيب رضي الله عنه الخلوة وهو ببلاد الريف مصر فدخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة يقظة دب النوم ولا صاح يقظة عديل قال الرسول مصر مصر ومشى وين الريف ذاته بتاع مصر مشى الريف طيب وقال الله قاو يقظة فوقف الشيخ على قدميه قابضا يديه على صدره الشيخ قبض شنو يديه على شنو صدر في الصلة ليه الله ما بيقبضه لك صدر نحن مالكية مالك كان بيقبض ليه الله ما بيقبض لما شاف قال الرسول عليه الصلاة والسلام كذب ساي إنت بتحظم أكثر من الصحابة وينه الصحابة بيقفوا قابضين ده شافوا يقظة وين لا في مكة لا في المدينة لا في تبوك هناك غزوة تبوك ولا في الخندق ولا شافوا في مصر شافوا من أحمد طيب البشير طيب قال فوقف الشيخ على قدميه قابضا يديه على صدره متأدبا له صلى الله عليه وسلم ثم قال الشيخ قال شنو اللهم صلي على سيدنا محمد لا هوت الوصال وعين الكمال قال فالتكن عند ذلك لسانه من هيبة النبي صلى الله عليه وسلم لسانه ما له التكن يعني قبط شوية ده صيغة من الصيغ الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال هو قام قال له ولسانه التكن قال الرسول تماله حديث أبو هرين ما بعرفه أبو وكر الصديق ما بعرفه عمر من خطاب ما بعرفه عثمان الصحابة كلهم ما بعرفه رضي الله عنهم جميعا ما بعرفه الحديث ده بعرفه ذي الصوفية اللهم صلي على سيدنا محمد لا هوت الوصال وعين الكمال فالتكن عند ذلك لسانه من هيبة النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل ومشهد الأسرار ومنبع الأنوار ده حديث ولا ما حديث وقال رسول الله حديث مكذوب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار إلى آخر الكلام طيب الكرامة البعد عشان نفتح فرص هنقريب تمانية كرامات لكن دار أذكر لك دي بعد داك تاني بكرامات بنذكرة إن شاء الله قال جاء في الأزاهير أن رجلا من أهل بلاد الريف يقال له علي الصعيدي أسمع الكرام الجبيل لنقول تلك يقال له علي الصعيدي قال لما دخل سيدي الشيخ رضي الله عنه بلادنا وافق دخوله شهر رمضان فطلبه في يوم واحد نحو أربعين رجلا من تلامذته للإفطار عندهم وذلك من غير علم أحد منهم بطلب الآخر الشيخ قال لما دخل مصر مصر قال لاغو من تلامذته نحو أربعين رجلا من تلامذته وأي واحد بيدعوه يلاقي الشيخ عمد الله على السلامة بالدارية بتاعتنا نحن أها شيخ تجي تفطر معنا رمضان الليلة تجي المغرب تفطر معنا قول لك ويس بجي الثاني لاقاه سلام عليكم عليكم السلام الشيخ جيت تجي تفطر معنا مش مفروض يقول لي عزمني الأول ولا يعتزر إلى الأول آي بجيكم الثالث بجيكم الرابع الخامس السادس السابع لما انجاوب عليه نحو كم أربعين عليك الله انتبه للكلام ده ومالبراء سوى فيها قصيد سوى فيها بيد عديل بيتا قال فطلبه في يوم واحد نحو أربعين رجلا من تلامذته للإفطار عندهم وذلك من غير علم أحد منهم بطلب الآخر فلما غربت شمس ذلك اليوم وآن وقت الإفطار بعدما فروض تجي لإعلانات قال بيحصل بعدها مش ياهو كذي قال قال تطور الشيخ على عدد تلامذته المذكورين وحضر عند كل واحد منهم حضر عن كم أربعين كباية أبر جغمة وأربعين كباية أربعون كباية أو حصيدة جذاك الله خير ويمكن شططها خدرة جغم برضو خش فينا وتمر ده بكون مضمون برضو شنو خش فيه يا ناس قام سوى فيها قال في مصر تجزأ للأربعين أحد لا الكتاب ده عندك مزبت ولا ما عندك مزبت أنكرته بنجيب الكتاب البعد وبعد القباب قاعدة وبعد الصوفية لاب فين برضو قاعدين جا تنكرنا اللي لا أبقى بس قول ما في إلا أنا أنا وأنت وأنا بننجغم هنا سوا والله نشوف الذي ينجغم أولا فينا جزاكم الله خير آه آه دخل الله كويس الحمد لله والصلاة والسلام رسول الله الشاب دي يا جماعة زكر أنا عشان ما أتعقب للشيخ لأنه الشيخ ده شيخنا لكن بس زيادة لكلامه الشبهة القالة بتاعتها اليمام دي العلماء قالوا عنها فيها عمر سيف بن عمر في السنة ده قال عنه الزهبي في ميدان الاعتدال الجزء 2 حقه تكتب صفحة ماتين خمسة وخمسين قال أبو داود ليس بشيء وقال أبو حاتم بترك الحديث وقال ابن حبان اتهم بالزندقة أتب عندك قال ابو حبان اتهم بالزندقة الرجل ده وقال ابن عدي عامة حديث سيف بن عمر ليس منكر ليس بشيء فضل